اشتركوا في القناة وبحسب ذات المصادر فان البيعة التي ترأسها رئيس النادي حاكيم بن عبدالله توصلت برسالة عبر الايمائل من الاتحاد الافريقي كافا لكرة القدمة مفادها خروج نهضة بركانة من مطار هواري بومديانة باتجاه احد الفنادق في الجزائر الى حلول يوم غدا فيما سيتم تسليمهم الاقمسة صباح يوم غدا وفي حال لم تتوصل بعت نهضة بركانة باقمستها غدا صباحا سيسمح لها الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالعودة للمغرب دون اجراء مبارته ضد اتحاد العاصمة وكانت الشخصيات امنية قد قامت بابتزاز اللاعبين واهانة الطاقم الادارية للفريق ما اثار استجاء اللاعبين الذين انتفضوا ضد هذه التصرفات الصبيانية وغير المسؤولات نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء